الشعر التالف او الشعر الجاف اكتر حاجات عندنا بتهلك الشعرية او بتخلي الشعرية شكلها مش صحي هي السبغة او الفرد سواء فرد الحرارة او الفرد اللي بيقابل بروتين والكلاتين والحاجات دي طبعا بما اننا دخلين على العيد في ناس كتير هتغير في لوك شعرها في ناس هتصبغ وفي ناس كمان هتفرض شعرها وفي ناس هتهلك شعرها من الحرارة فالنهار ده هشارك معاكو روتين انا كنت معتماداء الفترة اللي فاتت فرق معايا جدا في الجفاف في التأصف روتين فعلا علاجي بيصلح عندك شكل الشعر بيعالج الشعر وبيعمل ترتيب عميق للشعر هنشارك مع بعض بالترتيب الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض في الشاور اول خطوة معنا في الروتين هتكون ان احنا هنستخدم شامبو طبي يعني الشامبوهات الطبية مزيدها انه بيكون انواع السلفيت طبعا احنا عارفين ان الشامبو او ممكن ناس كتير سامعت ان السلفيت دي هي المادة اللي بنعتمد عليها في الشامبو عشان الشعرية تنضف وفروة الراس تنضف فالميزة في الشامبوهات الطبية ان هي بيكون مستخدم فيها انواع من السلفيت بتكون انواع كويسة من السلفيت انواع خفيفة على الشعرية مش الانواع اللي هي بتسبب الجفاف زي انواع السلفيت اللي بتبقى موجودة فيه الشامبوهات التجارية دي شامبوهات بتنشف الشعرية فدي اول حاجة عندنا ان احنا بنختار شامبو طبي مناسب لشعرنا والشامبوء الطبي ده سيبه على فرغ طراصي من دقيقتين لثلاثة وبعد كده اشطفه عشان استفيد بالمواد الفعالة اللي فيه. تاني خطوة عندنا ان احنا خدونا متفقين ان الشعر طالما وصل لحالة جفاف وحالة تقصر شديدة ان الشعر فقط عناصر كوتين مهمة بالنسباله. فقط الترتيب فقط البروتينات المهمة ليه. فعشان كده في الروتين اللي احنا هنعمله بعد بعض خطوة بخطوة هنحاول نعوض الشعر بالحاجات دي. علشان نلاقي فعلا فرق في ملمس الشعراية. الروتين اللي انا بعمله ده بيخلي الشعر كويس جدا ومترطب وناعم جدا حوالي اربعة ايام. مش بحتاج ان انا حط اي حاجة على شعر يختلال الايام دي. وبعد كده بقرر الروتين تاني في الشعر اللي بعد كده. تاني خطوة معنا في الروتين وهي خطوة البلسم. البلسم من الحاجات اللي بتدي نعوما للشعراية تفرق جدا في النهاية المقصفة. ما انفاش تقول لي ان انا لازم يكون فيه خطوات ترطيب بتديها لشعرك عشان فعلا تحسي فرق مع شعرك. انا البلسم اللي انا بستخدمه حاليا هو البلسم ده من المفروض ان البلسم ده رغم ان انا جربت انواع اغلى منه بس ما زلت بركع له لانه هو تأسيله كويس جدا مع الشعر بالنسبة لي درب الرمان وده جوز الهند. بسبعة شعر حوالي خمس دقايق ست دقايق وبعد كده بتغسليه عادي جدا. نيجي بقى الخطوة اللي احنا هنتعملها بعد كده فيه الشعور بتاعنا وهي خطوة حمام الكريم. حمام الكريم اللي انا استخدمته الفترة اللي فاتت. وفعلا انا شايفة ان هو مش حمام كريم هو زي ما يكون كده انت بتعملي جلسة تريتمنت او جلسة علاج لشعرك او ترطيب عميك او جلسة ترميم لشعرك بيفرق جدا جدا لو انت عندك نهايات مقصفة او عندك شعر هالك بسبب السبغة او بسبب الفرد اللي بتعمليه وهو حمام الكريم ده. حمام الكريم ده المفروض ان هو تبع شركة نيجيلا ودي شركة مصرية. هو خمسمية جرام وسعر وتسعة وتسعين جنيه. انا هفتحه لك عشان تشوشو شكله من جوه. المفروض ان هو بيجي بيبقى فيه كفر كده داخلي من جوه. ويتشلوه. كفر شفاف كده. زي ما انت شايفين انا بستخدمها منه كتير جدا الفترة اللي فاتت. كنت معتمدة على الروتين اللي انا بتكلم معاكم النهارده. ريحة جرين كده. ريحة تمام? اه حمام الكريم ده بقى تقدر تقولي ان هو مسك ترتيب عميق. يعني انا لما باك استخدمه انا مش بسيبه دقيقتين او خمس دقايق او حاط عشر دقايق لأ انا بتعامل معاه كيانا انا بعمل ترتيب عميق للشعراية عندي. بسيبه بالزبط على شعري عشرين دقيقة. اول حاجة مكونة لي هي البيوتين. البيوتين زي ما انتوا عارفين ان هو مفيد جدا للشعراية. بيساعد ان الشعراية تبقى فيها آآ لمعة والشعراية تبقى قوية ويعمل اصلاح للشعراية. المكون بقى المهم جدا هو البنسنول. البنسنول من الحاجات اللي فعلا بتعمل اصلاح للشعراية. بتعيد بناء الشعراية. فعلا لو انت عندك اي نوع تلف سواء حرارة سواء فرد سواء سابغة. البنسنول مكون مهم جدا انه فعلا يفرق معاكي. البنسنول يا جماعة السحر للشعر المقصف. السحر للنهايات التلفة. موجود كمان فيه كافيين. الكافيين المفروض انه هو فيه مواد فعالة اسمها الفلافانويدز ودي مواد فعالة مضد للأكسادة فبتسلعت برضو على اصلاح الشعرية. كمان بقى فيه المواد اللي هي بتعمل ترطيبة عامية للشعرية. زي زبدة الشيعة وزي زيت الججوبة وزي زيت الارجان. زي ما قلتلكم التأسير بتاعه بيقعد معي في شعري. فعلا اربعة ايام مش بحتاج ان انا حط اي حاجة على شعري. بعد كده بطبق خطوة بصراحة فرقة معايا جدا الفترة اللي فاتت. وهي ان انا بستخدم البوني ده. البوني ده المفروض ان هو بوني فايبر. المفروض ان البوني الفايبر ده مسته ان هو بينشف الشعرية من غير ما يعمل تأصف في الشعرية. يعني لو انت بتنشيف شعرك الفوطة العادية او كده تحس ان الشعرية تقصفت شوية او ان الشعرية ما عادش شكلها احسن حاجة. يعني بيتبع في محلات مستحضرات التجميل او محلات الجملة. وده كان سعره تقريبا خمستاشر جنيه. دي حاجة بتساعد ان شعرك ينشف آآ بسرعة. بتمصر الرطوبة اللي في الشعر بسرعة من غير ما تنشف الشعر. وفي نفس الوقت بتسيب نسبة رطوبة او مية بسيطة في الشعرية. عشان انا مش من النوع اللي بحب ان الشعر يتسرح عن نشف قوي. بحب ان الشعر يكون مبلول بالنسبة مثلا تلاتين في المية خمسة تلاتين في المية. وعشان ما يتقطعش جامد وهو بيتسرح. لو انت مش متوفر قدامك حاجة فايبر تقدر تنشف شعرك بمسلا باي تي شرط قطنا عندك. بعد كده هتيجي خطوة ان انت هتستخدمي اي كريم تصفيف مناسب لشعرك بتحط منه كميات مناسبة. من التلطيب القوي اللي احنا عملناه للشعرية ده بيخلي الشعر يتسرح معاك بسهولة جدا. هتحس ان الشعرية مش بتتقطع بالشكل اللي انت كنت بتشوفيه قبل كده لما بتيجي تسرحي شعرك. اخر خطوة بعملها بعد ان انا استخدم كريم التصفيف هي ان انا بستخدم عندي زيت اللي هو زيت الججوبة. برضو زيت الججوبة ان انا بستخدمه ده تبع شركة نجلة. الزيت ده فكرته ان هو بيعمل حاكتين. هو زيت بيدي ترتيب وفي نفس الوقت بيقفل على الترتيب ان انا عملت دي على شعري على مدار كل الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض سواء في الشعر او بعد الشعر. يعني زيت الججوبة من افضل الطرق اللي هي تقفل عندك على ترتيب الشعرية وده انا اتكلمت عنه فيديوهات قبل كده واتكلمت عنه كمان في روتين شعر الاطفال. قلت ان زيت الججوبة لو انت خدتي نقطتين تلاتة منه على ايدك. وبداية ان انت تحطيهم على شعرك بيدي تأسير حلو جدا ان هو يسيب الشعر مترتب وفيه لمعة اطول فترة ممكنة. ممكن تقدر تعتبره ان هو بديل طبيعي خالي من السيليكون لانواع السيرم المنتشرة عندنا في الماركت وبرضو من الحاجات اللي تأسيرها حلو جدا على النهايات المقصفة. وفعلا قال كمية منه بتفرق جدا وبتخلي الشعر شكله حلو وفيه لمعة صحية اطول فترة ممكنة. بس كده ده كان الريتين اللي انا متبعها مع شعري الفترة اللي فاتت. كونتجات نجلة تقدروا ان انتم تشتروها عن طريق الارقام او البيج اللي انا هسابها لكم فيه صندوق الوصف. لو الفيديو عجبكم واسمعتوا اي معلومة جديدة بالنسبة لكم. ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا اجابة على الفيديو عشان يوصلوا اكبر كدر من الناس واستفادوا. اشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جيد.